لو انت قاعد في المؤتمر صحفي كمدرب وجوزي مونينيو كلمك هترد عليه ولا تسنى لما المؤتمر يخلص لازم استقرر يعني حتى الناس برة لما بيجي يقعد يجي لهم تليفون اللي حب يتفرج على الحاجات دي طبعا على يوتيوب والكلام ده فبيقعد يتأسف أنا آسف معلش أنا مش هقدر أتكلم ويقفل التليفون وأنا آسف إن التليفون رن في المؤتمر هل أنت من دايق نوع رد على التليفون أه طبعا يا كابتن حسن لحظة واحدة بس أنت قاعد في المؤتمر صحفي لقيت على التليفون جوزي مورينيو واحدة واحدة طب هرسألك سؤال هل أننا لو أنا قاعد في مكان أو أنا دلوقتي في اجتماع مهم وأنا جالي تليفون هل أننا أعلل من الناس اللي أنا قدامي دولة أنت صح أنت صح يعني مش أعلل من الناس لا لا أفهمني أنت صح ما في المياه مش مفهول أنك تقول يعني مثل لو جالي تليفون مش رح أرد أقولك سماء ما كابتن حسن معاك لا ما في المياه بس في استثناءات يا أخي ما هو صاحبه يعني خليها بس ده جوزي مورينيو يعني ما هو في الآخر هو أشتغل معاه وهو صاحبه وأكيد كان مرشح قبل كده في نادي الاتحاد عشان يشتغل في نادي الاتحاد وكلم أستاذ محمد مسلح عشان يشغله فخلاص أنا ممكن دلوقتي مردتش وهيعقبني يعني لو أنا مردتش علي يقولك بس أنا شايفك في المؤتمر مردتش علي لا طبعا يعني فأنا ممكن بعد المؤتمر أنا آسف أن التليفون راني وكده بس هو خلي بالك برضو بقى هي الحتة إيه بقى البرتغالي البرتغالي والبرازيلي والإبنازي زي ما تقوله يصيع يعني عندهم زكاء شوية أسكى هتوقع عرضوها طب يال طعا نسمع لما نسمع نسمع ونرجع يال 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 يمكن تحدث يال هذه الغالية أجل يال إذن صغر نعم صغر 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 ترجمة نانسي. لكن هؤلاء هذه المسؤولة. يمكنني أن أتكلم أن يكون لديهم. حسناً. بارالي. نعم. سوف نتعلق. أتكلم أنني أتكلم أنني لم يكن لديهم آخر. أتكلم انني لم يكن لديهم آخر. اقول لك بصراحة عند الوقت لو التليفون جنبه هوا تمام اقول لانه فيه جوزي مورينيو انا كده كده هرد وهتعاقب برضه ويقول انت مش مهني ومش احترافية وبتاع بس هرد وقبلي ما هو خلي بالك هو يعني لو جوزي مورينيو كلمني انا يعني احنا مش صحاف وهبقى مبسوط ان هو كلمني فهرد عليه فهرد عليه كلامك تمام انا فاهم صحيح اما انا ده صاحبي او اشتغلت معاه فهرد عليه لا لازم احترم الناس هقول له مسان ايه معلش كنت في مؤتمر صعب اه معلش انا كنت في مؤتمر مردتش عليك وكده بس هما اسكية انا بقولك البرتغاليين اسكية انا اشتغلت مع مانهم جزئ زكي جدا جدا ويعرف اتعامل مع المصرين كويس فالراجل ده زكي ان هو ايه طلع بتليفون ومعلش ده مورينيو اللي بيتكلمني فعايز يقول للناس انا كنت شغال مع مورينيو انا بقى كذا انا كذا عايز يوصل رسالة يعني هو بيكده كده بيوصل رسالة انا بصراحة انا بصراحة من بعدها انا ناس كنت بقول اوه مش هانتقده تاني هتعامل معا ان هو صاحب مورينيو انا شو اللي اسمه اللي لاجه مدرب مورينيو فتش صاحب مورينيو ده انا طبعا هو عالي في نظري كمان اكتر واكتر يعني فحلو بصراحة ماشي وبعدين يعني النهاردة لما تيجي تبوص على فريد فيوتشر يعني يعني معلش يعني ما فا يعني السنة اللي فاتت كان حسنا من كدر كتير بس اقول لك حاجة شوف انت قلت ايه السنة فاكتة نحصل بس في لايبه كتير من عندهم مشت والنهاردة لما تيجي تكلم على بيرامدز اقوى تشكيلة ولا مودرن فيوتشر 남자ـام هي مين اللي ميشي من عندهم الردا بوبو عايب خمود منارعي مهنال لاشين مهنال لاشين مهنال لاشين اه كريم نيدفيد نيدفيد انا بقولك اللي على ذكرتي يعني دول مبدئين طيب دولة اربع ده بده ممكن فيانير كريم نيدفيدNS يرجع انا بس بقولك دولة أربع عمضة كانوا في الفرق صح ولا غلط تمام اه كان برضه فيه لعبة تانية يعني انت عندك لعبة تانية فيه لعبة تانية فرق فيوتشر من اللي فيها من السنة اللي فاتت بقى كل عنصر أول سنة غير تاني سنة تاني سنة ده زودوا اللعيبة بقى كل مركز اثنين تلاتة وبنفسوا بعض جامع جدا ومن الفرقة برضو اللي كنت أنا مستغرب أنه هي ما نفستش على بطولات السنة أو ما رحتش الأبعد حتة أو جابت موات كبيرة السنة اللي أبلغوا أخدين كسر ربطة ما عليش كسر ربطة بس في النهاية أنت بتاخد بطولة أكيد بس في الآخر كسر ربطة لا نادي الآلي كان مشترك ولا نادي الزماني كانت بلعب ناشئين اللي خد مدر نفيوتشر ربما تذكر كان المشارك فيها لا 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 كان الشارك السنة اللي فاتت لا السنة اللي فاتت مش الأهل لا سوين السنة اللي كان المشارك فيها اللي خد مدر نفيوتشر اللي خد مدر نفيوتشر آه كان بيشارك بالناشئي الأهل وزماني كانوا بيشاركوا الاتنين اللي فاتت بقى اللي خدها سينماية كلبطرة ما كانش فيها الأهل هو خد أول واحدة هو خد أول واحدة ذي كان النادي العلم الشارك كان مسماني موجود وشارك باللعبة الصغيرة واللعبة الناشئين وكانت زمالك نفس القصة وبرامنز لعب باللعبة الاحتياطي بس ما هو دعني فيه شارفين كنت نلسى منورة على ببرامنز انه بيعرف ينوع في اللعبة يعني عنده لعبة صغيرة عنده لعبة مش نجوم قوي عنده لعبة اسمها كويسة بيعرف يعمل بس في الآخر مش يروح لبطولة يعني في الآخر ممكن يروح للبطولة مثلا يوصل لنهاية كاس مصر يوصل لنهاية كذا مش هياخد بطولة برده حاجة كان مش من المفروض مشروع يبقى بلقى 3-4 سنين ياخد بطولة انت محتاج وقت ده أكيد نابونة كبيرة أكيد أكيد هيا الناد كان على برامنز برامنز من أول موسم عايز ياخد بطولة صح وعايز ينفس النطح الكبار وعايز ينفس الزمالك والآله وكذا بس اللي أنا عايز أقوله انت دلوقتي الدور بتاعنا كنت زمان مثلا النادي الآله والزمالك في حتة وباقي الفرقة كلها في حتة دي كانت كلها يعني الآله والزمالك دلوقتي بقى مثلا أهلي زمالك فيوتشار بيراميز بيخش ساعات معهم الاتحاد بيخش ساعات مثلا سيراميكا يخش سموحة صح المصري المصري كده يعني بقى فيه فرق بدأت تخش بقى مثلا عندك 8 فرق كويسين صح زي ما أنا كدت مثلا ما كدت محترف في السعودية وكده كان فيه 8 فرق كويسين مثلا النصر والاتحاد والهلال والشباب فرق تلاقيها بيصرف الفرس كويسة تلاقي منافسة كويسة بيجيبوا لعبة على المستوى عالي انت دلوقتي بقى عندك 8-9 فرق بيبقى الأمور كده كلها في الدورة المصري حلو